سن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول إذا كان المسلم يريد أن يهاجل إلى بلاد الإسلام لكن أبواه من النصارى يحتاجان إليه هل يهاجر أو يبقى في خدمتهما؟ إذا كان يحتاجان إليه ولو ذهب عنهم يخشى عليهم من الموت أو التلف يبقى في خدمتهما مع تمسكه مع تمسكه بدينه نعم